لا أعتقد أن استقالة الحكومة أو بقاءها هي المشكلة المشكلة في نوعية الوزراء الذين سيأتون أو الوزراء الحاليين ونوعية أعضاء مجلس الأمة اختياراتنا كانت خاطئة والوزارة التي تشكلت ما كانت أصلا منسجمة مع هذا البرلمان فالمشكلة في التركيبة وليس أن الحكومة بقيت أم ذهبت أم أتت حكومة أخرى عندنا مشكلة في النهج نفسه يحتاج إلى معالجة ومتها كانت أصلا خيارات الجماهير هي الصح هتلر اختارت الجماهير وشوف شنو عمل بالعالم اجع عن طريق انتخابات كثير من الطغات بالعالم أجع عن طريق انتخابات وألغوا صناديق الاختراع حتى الإخوان المسلمين في مصر لو كانوا فايزين بالانتخابات وفازوا فيها في أول مرة وشفنا المصيبة التي جاءت مصر من وراهم وجميعنا تأثرنا بوصولهم للسلطة عن طريق صناديق انتخابات فلا يعني صندوق الانتخاب لا يعني انه راح تكون نتائج دائما جيدة والحصول على أكبر عدد من الأصوات لا يعني انه هو أفضل واحد بالدائرة وعندنا أمثلة كثيرة سواء كانت من رئيس مجلس الأمة أو حسن جوهر أو كثير من النواب مع كل الاحترام لهم وحصولهم على أعلى النسب لا يعني شيئا أبدا عندي أنا كمراقب أبدا أنا أعطي أمثلة على أن الطغاة في التاريخ كثيرين منهم أتوا عن طريق صناديق الانتخاب وألغوها تاليا فالمحصلة النهائية أن من يأتي عن طريق الانتخاب لا يعني أنه هو الخيار الأفضل فنوعية الجماهير التي تختار هي التي تحدد وليس يعني احنا متورطين أن الناتج الموجود هو من نوعية الشعب الموجود جثة امرأة تم تعذيبها ومحروقها بالبر أيضا ثلاث جثث لمواطنين كويتيين جثة متفحمة على طريق السالمي وجثتين في ساحة ترابية بالسالمية وأيضا جثث مواطن في ساحة ترابية بالقرين ماذا يحدث بالكويت كل هذه الأمور والأربعين ألف حالة غش اللي وراها أربعين ألف أب وأربعين ألف أم وعشرين ألف مربي ومدرس ومراقب ومطبع وسائق كل هذه تتلخص في أننا لم نترك فقط الطرقات تخرب لم نترك الإدارة تترحل بل نسينا أهم شيء وهو التعليم ونسينا الأخلاق ركزنا على الدين متدريس الدين وحفظ الدين وهذا شيء مهم ولكن نسينا الأخلاق كليا واعتقدنا أن الدين هي الأخلاق وهذه عقائد لا علاقة لها بالأخلاق الأخلاق أمر مختلف هذه الجرائم وهذا الانحدار الأخلاق الذي نراه وتفشي الجرائم وتفشي المخدرات وتفشي الغش وتفشي الكذب وتفشي التزوير وتفشي الفساد سببه واحد أن لم نهتم منذ انتظام التعليم في الكويت من 1912 إلى بعد 120 سنة أو 110 سنوات لم تدرس مادة الأخلاق حتى يوم واحد في أي مدرسة لا خاصة ولا جامعية ولا حكومية وكأن الأخلاق لا أهمية لها وهي المادة الأهم من المادة الدين وأهم من مادة الجغرافية وأهم من مادة التاريخ لأن أنا أقدر أتعلم الدين في بيئتي الإسلام عاش 1400 سنة بدون مدارس بدون رجال دين بدون حفاظ عاش الدين وانتشر وكان في بيتنا ولا يزال في بيوت الكل بدون ما يكون هناك عصات وتدريس وحفظ استمر هذا الدين إذن هو دين قوي بقى موضوع الأخلاق الأخلاق تحتاج إلى منهجية واضحة تحتاج إلى إنسان يكون هو صاحب خلق لكي يعلمني الخلق فإذا هذه انتفت إحنا رحنا وما رح أعيد مقولات الشعراء أن الأخلاق وغيرها موجودة كثيرة أهمية الأخلاق إحنا مستطيع أن نفهمها هي الأهم عملية إسقاط القروض هذه عبثية وتلاعب في مشاعر الناس ودغدغة وهدر أموال بدون داعي لقد شاهدنا عمليات أخرى من شراء ود الجماهير من الصفوف الأمامية إلى معاشات المتقاعدين تم صرف أربع مليارات دينار ذهبت هدرا هدرا ولم يحدث شيء ولم تزد هذه الأموال من حب الجماهير للحكومة أبدا بقيت الجماهير وتطالب بالمزيد فحتى لو تم أسقاط القروض وهذا لن يتم ونتمنى أن لا يتم وحتى لو تم زيادة المعاشات هذه وسيلة بائسة وفاشلة لشراء ود الجماهير الجماهير هذه التي تطالب بالغاء القروض أو بزيادة المعاشات ستنسى بعد يوم أو بعد ساعة من استلامها لهذه المنح هذا المعروف وستطالب بغيره العملية أخطر من هذا بكثير والمنهجية غير سليمة نحتاج إلى تحسين صحة المواطن والمقيم نحتاج إلى تحسين مستوى التعليم نحتاج إلى مكافحة الفساد نحتاج إلى تطوير الإدارة الحكومية نحتاج إلى أنظمة جيدة وليس لغاء قروض وأشياء من السخافات هذه التي لا يمكن أن تصمد أمام المنطقة معروفة هذه أي شغلة من هالنوع يعني إذا أنا طالبت اليوم بإسقاط القروض والحكومة قابلت تلقائيا شهيتي أنا كمقترض ستنفتح سأطالب بأشياء أخرى أي طفل بالبيت عندك تربيه وتعطيه الشوكولاتة أو الكاكاو الذي يبيه كل ما تعطيه سيطلب أكثر فالحزم مفروض كوالد كأب كوزير كمسؤول رئيس وزراء يدير الحكومة مفروض أن نعرف أن هذه سياسة التدليع وتخريب المواطن مفروض تتوقف عملية مش عملية تجار وفقراء ومحتاجين ما في أحد بالكويت اليوم محتاج الإنسان الموجود اللي مقادر قدراته هي المتواضعة اللي مقادر ينمي له ثروة معينة تخليه يعيش بشكل محترم غرفة التجارة قامت بدور جميل جدا طوال تاريخ تأسيسها ولم تقع في أي مطب أو أي خطأ أنا عضو مثلي مثل آلاف غيري في غرفة التجارة وأتبع الاشتراكات اللي علي أعتقد أن غرفة التجارة أدت دورها بأكمل وجه ويجب أن تبقى كما هي ممثلة لقطاع مهم من قطاعات المجتمع وهو ما التجار فهي نادي وهي نقابة وهي جمعية وهي جهة تمثيلية كل هالأشياء هذه موجودة في تحت قبة غرفة التجارة كممثل حقيقي ورئيسي أما إذا ناس في عندهم أجندات خاصة ضد أشخاص معينين ويسعون إلى هدم هذا الصرح الوطني فهذا موضوع آخر سياسي أنا لا أعرف عنه شيء هذا الصخب الذي يجري على الساحة السياسية ضد غرفة التجارة قد يكون صخب مفتعل قد تكون وراء أجهزة معينة قد تكون وراء شخصيات معينة قد تكون وراء أحقاد شخصية أو صراعات سياسية أنا علي بالأساس الأساس أن غرفة التجارة أدت وتؤدي دورها على أكمل وجه بالصورة التي هي عليها أما أن إذا أدت صراعات سياسية إلى تدخل وإلى المطالبة بإخضاعها للحكومة أو إخضاعها لجهات حكومية فهذا يلغي دورها كليا كمنظمة غير ربحية وغير حكومية الـ NGO يعني Non-Governmental Institution يجب أن تبقى غرفة التجارة جهة مستقلة كليا عن الحكومة وإذا صارت تحت إدارة الحكومة صارت مثلها مثل أي جهة حكومية مترحلة ومتخلفة وقد تكون فاسدة جدا المديونيات الصعبة شيء اللازم لما نعمل مقارنة نعمل مثل ما يقول الواحد مقارنة Apple to Apple تفاحة لتفاحة ما بيصير تتقارن الأكتين المقارنة المتكررة بأن إسقاط القروض أو ديون التجار بعد التحرير هي نفس إسقاط القروض المواطنين غير سليمة لأن ببساطة القروض الحالية التعثر فيها 2% من أصل 550 ألف مقترض وقتها أنا كنت عضو مجلس إدارة بنك وكنت عارف أن عدم تدخل الحكومة وشراء أو إسقاط جزء 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 من مديونيات المواطنين وبالذات التجار والرجال أعمال كان ممكن أن يطيح بعشرات أو آلاف الشركات وتذهب إلى الإفلاس لأن كثير من المخازن نهبت قطع الغيار نهبت المواد الغذائية نهبت وكانوا هذين التجار وأعدادهم بالآلاف مدينين للبنوك مقابل البضائع والخدمات التي كانت عندهم سواء كانت سيارات أو قطع غيارة أو أي شيء منها فكيف نقارن هذا الوضع بهذا الوضع لا شك أن في أثناء الألغاء شراء مديونيات المواطنين بعد التحرير حدثت مخالفات كما هو يحدث مع إسقاط القروض أنت لما تجي تسقطها عن المحتاج وعن متوسط الحال وستسقطها عن المليونير حتى الذي هو تدين مبلغ كبير في الفترة الأخيرة أملا في إسقاط القروض فمن يقول أن إسقاط القروض سيكون عادل جهات كثيرة ستستفيد وهي بغير حاجة إلى إسقاط القروض ما عندي حقيقة أنا مواقف محددة من رئيس المجلس أحمد السعدون بس كل وسائل التواصل وحتى النواب اللي أيدوه وحتى النواب اللي وقفوا معاه واستماتوا في إيصاله لسدة الرئاسة حسب وسائل التواصل نبين أنهم شاعرين بخيبة أمل أما بموضوع النائب حسن جوخر هو أيضا حصر على أعلى الأصوات هو أيضا كان أمل جماهير كبيرة أنه سيحقق شيء وبعدين تبين أن توقعاتنا عنه كانت صحيحة أنه مثل غيره الناس تشتغل سياسة وتشتغل على دغدقة المشاعر وتعطي وعود ولا تلتزم بها وتهدد وعندي مستندات وعندي أخبار وعندي فضايح وبعدين نكتشف أنه لا لها أصل ولا لها فصل هذه ليست أول مرة من النائب حسن جوهر أنه يوعد بأشياء ويتعاهد بها ويخلف وعده أنا مشاعري مع مرزوق الغانم متضاربة لا أعتقد أني أنا أميل له شخصيا ولا أنا ضده أبدا هو شخصية احتفظت باحترامها لنفسها وهذا محل تقدير مني أنا أتكلم عن الكيمستري وأتكلم عن الجهنب الآخر أنا مجبر على احترام هذا الشخص إلى الآن منذ أن كان نائب وأصبح رئيس مجلس الأمة أكثر من مرة وأعداءه بتزايد ولم يستطع أي منهم مع كل قوتهم وتجذرهم في المجتمع وتجذرهم في الدوائر الخاصة وتجذرهم في الدوائر الحكومية أن يمسكوا عليه ممسك واحد هذا الأمر أنا يعجبني لأني أرى نفسي فيه مرزوق الغانم محير أعداءه وهذا مصدر احترامي له يمكن أحبه إذا قابلته أو تعرفت عليه بس ما أعرفه حقيقة فلازم أكون صريح أن علاقتي معه مجرد إحساس عندي ولكن أنا ما أعرف الشخص وقد يكون فعلا محبوب أو لطيف بس حاليا أنا لا أمين له ولكن مجبر على احترامه لأنه أثبت أنه رجل دولة عملية التكويت هذه مفروض ما تتم بقرارات أنه والله لازم أنت يا شركة أو مؤسسة أو وزارة يكون عندك نسبة مئوية من الكويتيين مقابل غير الكويتيين المشكلة هي في عملية التربية نفسها عملية التعليم نفسها نحن عارفين أن من سبعين سنة من سنة الستة وأربعين أن نحن دولة نفطية مع هذا لم نستعد لذلك منذ ذلك اليوم لم نعمل يعني جامعة بترولية ما عندنا بعد سبعين سنة من ظهور النفط في الكويت ما عندنا جامعة نحتاج إلى جامعة نفطية تخرج العامل والمهندس والفني والكيميائي والجيولوجي اللي يعرف في هذه الصناعة إحنا إذا هذه الصناعة مقادرين نغطيها أو نغطي احتياجاتها فكيف نتكلم عن التكويت التكويت لا يأتي بقرارات التكويت يأتي بالتربية والتعليم اللي يوفر الطاقات اللي تخليك أنت تستغني تدريجيا عن الإنسان الوافد الوافد لم يأتي لأنه هو يحتاج الوافد يأتي قبل هذا لأنه إحنا نحتاجه فالحاشتين متلازمتين فعشان أنا عندي بيت كبير هذا البيت يحتاج إلى أربعة أو خمسة يشتغلون فيه كمساعدين أو مربيين أو خدم لو انتقلت إلى بيت أصغر حسب حاشتي ثلاثة أرباح الأشخاص هذين ما لهم داعي فنفس المقياس يعني إحنا مش قادرين نعتمد على آلات ما عادرين نعمل ميكنة ما قادرين نطور الإدارة الحكومية ما قادرين نعلم أولادنا التخصصات المطلوبة وبالتالي بعدها نلطم ونضرب عراسنا أن الأجانب أخلونا وأخذوا وظايفنا إحنا ما عندنا أصلا القدرة ولا الإمكانية أن نغطي هالحاجات المطلوبة في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر